مسن عمره 74 سنة بيقول أولادي كلهم في الخارج هو بيقيم في بيت رعاية رعاية مسنين وبيأخذ ثلاث أدوية للسكر وأدوية للضغط والدهون وعنده أمراض اللي هي حياة المزمنة زي ناس كتير يمكن في هذا السن بانتظام بيأخذ الأدوية لكن آخر تحليل تراكمي كان 9 و 1 من 10 طبعا لسه السكر بتاعه اعتبر عالي دكتور بيت الرعاية زود له جرعات حبوب السكر لكن فوجئ بتورم بالقدمين وبالوش وحول العينين مع قلة كمية البول واضح أنه حصل بعض العرض مع أنه بيأخذ الأدوية بانتظام الدكتور قال لي قال للملح ولكن المشكلة زي ما هي هنا بيوقف تاني عند مشكلة أعمل إيه هل أنا أصرت في حاجة بيأخذ كل الأدوية بتاعتي بانتظام إيه المشكلة طبعا هو بقاله كتير على أدوية السكر بيأخذ تلات أنواع وقد تكون أنواع عديمة مش مستفيد بأنواع الحبوب الحديثة اللي هي بتعمل حاجة اسمها كارديو رينال بروتيكشن أو حماية مزدوجة للقلب وللكلة دي اللي هي الجديد في عالم الطب ولازم يستفيد من الحبوب دي بعض الأحيان نلقى الناس خصل كبيرة في السن مصرة أنها تستمر على الحبوب الأديمة اللي بتاخدها ما فيش إياس ومتابعة في خلال اليوم يعني الصايم ما عنديش كتير بقى بلقى مثلا اتقاس مرة كل شهر اللي بعد الأكل بساعتين اتقاس مرة كل شهر ولا كل أسبوعين فما فيش متابعة لقراءات السكر اليومية اللي هي في الآخر بتحدد نسبة السكر التراكمي على مدى ثلاث شهور اللي فاتت فدي مهمة جدا الأدوية اللي هو بياخدها واضح أنها من أدوية قديمة والدكتور راح زود له الجرعات زود له الجرعات أو فعلا بالفعل زود الجرعة الجرعات علشان يتحكم أكتر في السكر وقد تكون هذه الجرعات مزيد من الضرر على أجهزة الجسم ومنها الكلة حدوث تورم وحدوث المشاكل اللي في الوش وحوالين العين دي غالبا بتبقى بسبب الكلة ومنها طبعا قلة إنتاج البول فنظر الطبيب المفترض يروح للكلة يعمل تحليل الكلة يعمل تحليل الزلال ويشوف أخبار المصافي بتاعت الكلة أخبارها إيه؟ ممكن يكون عنده زلال مرتفع جدا بيفقد الزلال في البول وده يعمل ارتشاح في أجزاء كتيرة من الجسم ومنها الوش يشوف أخبار الكلة إيه؟ وظيفتها إيه؟ دي مهمة جدا ودي اللي أنا أعتقد أنها السبب في المشكلة زيادة العلاج من دون تغيير العلاج لأدوية صديقة للكلة هو بيدفع فاتورة أكتر هو بيقول أني رغم كده أني الأعراض زي ما هي طب الدكتور اللي في البيت ليه ما حاولش يغير البروتوكول بتاع العلاج ويشوف وظيفة الكلة أخبارها إيه؟ ويعالج المشكلة دي فدي غالبا مشكلة في الكلة ولازم تتغير الأدوية وقد يحتاج إلى إنسولين علشان المشكلة بتاعة الكلة فأنا يهمني جدا أننا مش عايزين الوقت يتأخر عن كده لازم نستفيد بالأدوية الحديثة ولازم نشوف وظيفة الكلة ونحافظ عليها كويس وناخد أدوية بتحافظ أو صديقة للكلة لغاية ما نوصل لمستوى وظيفة الكلة يكون كويس معا الاهتمام بمعدلات السكر اليومية اللي هي بين إنها متعملتش أو مش بتتعامل بانتظام علشان ننزل بالسكر التراكمي لحدود 6.5-7 بالنسبة للسن ده هيا باقوائز ترجمة نانسي قنقر